هنروح برضو لسه طبعا مكملين معكم يعني أخبار بعثتنا في المغرب النهاردة دكتور عبد الرحمن سعيد أخصاء التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي كان عنده جلسة النهاردة مطولة مع طاقم التغذية أنت وحضركم عارفين أنه طاقم التغذية مسافر من مصر للمغرب النهاردة الجلسة دي كانت في فندق إقامة بعثة الفريق في كازابلانكا تحديدا عشان يرتبوا كل حتى الأمور المتعلقة بالأكل الوجبات خلال الفترة دي فترة التواجد في الدار البيضاء كمان الجلسة كان موجود فيها الشيف محمد الدالي برضو ده ما كانش على أيام كابتن هني رمزي الحين النهاردة كابتن الشيف محمد الدالي بتصطحب ألبعته علشان يشرف على كافة الإجراءات طبعا من خلال الوجبات اللي هيتم إعدادها وتقدمها للفريق النهاردة كمان دكتور عبد الرحمن سعيد كان بيقوم بتحديد قيمة بالطلبات والمواصفات اللي هتكون في الغذاء الغذاء اللي هيتناولوه اللعيبة زي ما انتم شايفين كده وبيتم بالفعل إعدادها من أول يوم هتقدم طبعا لفريق في الفندق بالتنصيق مع الشيف محمد الدالي طبعا كل التوفيق وزي ما شايفين يعني فيه كمان يعني ملتزمين حتى بالوجبة الغذاء طبعا كل كل الأمور ديت إذا كان الأمور فنية أو أمور إدارية إن شاء الله النادي الأهلي ماشي بخطوات إن شاء الله تؤهله بإذن الله أنه يعمل مباراة جيدة جدا أمام الودات اشتركوا في القناة